مشاهدي صد البلد أهلا بكم في تغطية جديدة هنستعرض فيها أهم تصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي خلال تتشين الوحدات البحرية الجديدة لقناة السويس شهد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس تتشين الوحدات البحرية الجديدة لقناة السويس وتابع الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة وافتتح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس وتحرص الهيئة على تعزيز قدرات قرقات وقاطرات ولنشاط وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يهدف للارتقاء بمستوى البحر للسفن العابرة وتتضمن انضمام تلك الوحدات البحرية تعزيز تنافستها والحفاظ على مكانتها الرائدة في إطار توجهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن تصميم القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس التي تضم أحدث الاستداد الرياضية ونادي صحي الرياضي يضم جيم على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضي لعلاج الإصابات الرياضية وأشار رئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة حيث حققت إرادات رغم الركود الذي يشهده العالم فالقناة حقق أرباحا من مشروع التوسع تتجاوز ما أنفق في التنفيذ وأكد أن هيئة قناة السويس تدرس كل شيء خصى الواقع العالمي وحركة التجارة والنقل وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا كمصريين مثقفين وأعلمين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها في تكرو كويس لما عام 2014 أطلقنا حفر القناة الجديدة التي افتتحناها في أغسطس وحصل نقاش وجدال كتير وتسأل هل المشروع ده كان مهم إن إحنا نعمله وهل كانت الدولة محتاجة عمل ازدواج للقناة ولا لا وأوضح الرئيس أن اليخوت الخاصة بالثلاثة مواقع بقناة السويس ستم الانفاق عليها من هيئة قناة السويس ومزح الرئيس وزير المالية خلال كلمته قائلا اليخوت الثلاثة ستنفق عليها قناة السويس مش هناخد حاجة من الدكتور معيت ولا هنقرب لك والهيئة هي اللي هتدفع وأشار إلى أننا على ممر ملاحي دولي من أول الشمال من بورسعيد وحتى البحر الأحمر به حجم مراسي تخدم على حركة اليخوت على مدار العام ضمن خطة طويلة وضعتها الدولة المصرية لخلق فرص عمل ووجه الرئيس الحكومة المصرية بعمل مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر سبتمبر الجاري يشارك فيه المتخصصون ومن لهم رأي مخالف ومستثمرين ورجال الصناعة ليكون فرصة للكلام والاستماع إلى بعض ونوه أنه يجب وضع حوافظ لرجال الصناعة والمصدرين حتى يصلوا بالأرقام إلى المستهدفات ولفت الرئيس أن الاقتصاد علم ووجهات نظر يضم أفقارا مختلفة وأن قدرات الدولة المصرية ليست كبيرة وتتطلب من أبنائها توفير مستوى معيشي مناسب وعقب قائلا لو ما عملناش بنية أساسية للتحكم في شبكات الكهرباء بـ 1.5 تريليون ما كانش يبقى متاح إنتاج الطاقة المتجددة في مصر وتوصلها لأوروبا وضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز للتحكم في شبكات الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار وأكد أن الدولة ملتزمة بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات وأن دخول حقل ظهر الغازة الطبعية الخدمة ساعد الحكومة في تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية وأن الحكومة ستعلن عن أسعار استرشادية جيدة لبعض السلع الزراعية للتشجيع المزرعين عليها ولفت إلى أن مخزون السلع الأساسية في مصر يكفي لستة أشهر حتى لا يكون هناك ضغط على الأسواق والأسعار وأشار إلى أن الدولة تواصل العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وأن الدولة المصرية لم تعكس التكلفة الحقيقية للسلع والطاقة على المواطنين ووجه رئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للدكتور محمد معيت وزير المالية قائلا الأرقام اللي أنت بتتفحها لأصحاب المعاشات ليست متوفقة مع الدراسات اللي اتعاملت من 40 و50 عاما وكان لازم حد يخش يقول أنا مع الناس دي وأكمل الرئيس السيسي أنا مع المواطن الكبير ده مش بعد ما يقضي عمره كله في خدمة الوطن أقول له معلش فلوسك خلصت وتابع دولة التزمت التزاما أخلاقيا وأدبيا ودينيا في أنها تقول هندي معاشات حتى لو كان الرقم ده هيبقى 170 أو 180 مليار جنيه حتى 20 و52 إحنا مستمرين وتهيئنا المسألة وتحدث الرئيس عن زيادة حجم الديون قائلا الناس اللي بتقول حجم الديون زادت أنتوا ليه مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوا في 2011 و2013 وأضاف السيسي خلال تفقدوا مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس مش اللي أنتوا عملتوا ده كان لتأثير مدمر على الاقتصاد المصري ولما جينا نحسب الرقم ده وصلنا ل450 مليار دولار هو إحنا عندنا الدولارات بالكم عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنين ده كله كان على حساب مستقبل مصر وحاضرها بدل ما أنتوا أخذتوا إجراء يبقى كلنا نتحملوا مع بعض ماينفعش تطلعوا وتاخدوا إجراء وترجعوا البيت ويلا أنتوا يا حكومة حلو المسألة ماينفعش إحنا هنحلها مع بعض وهندفع تكلفته مع بعض وأشار إلى أن هناك حملات مبرضة تهدف للتشكيك في الإنجازات التي يتم تحقيقها ولكن على أجهزة الدولة العمل للتصدي لهذه الحملات ووضح أن ما يهمنا هو أن نتحدث ونرد بكل الحجاج والبراهين على جميع التعليقات السلبية بشأن المشروعات القومية بقناة السويس وأيضا على جميع الإشعاعات التي تستهدف المواطن ونشر أكاذيب لا تمطل الواقع بصلة وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الإعلام بضرورة التعاون مع الدولة والرد على كافة المشاككين في إنجازاتها وعرض ما تم نشره من قبل الإعلام المعادي وتوضيح الحقيقة ونشر ما يتم على أرض الواقع وطالب أيضا المواطنين بعدم تصديق ما يشاع ضد الدولة قائلا أوع تسمعوا كلام حد يسيء لكم منحاول نكون أمناء مع المصريين في كل شيء طيب نخبي عليكم ليه وتابع الرئيس قائلا أي حاجة بتتعامل بتكون وفق دراسات مش ناس قاعدة مع بعضها دي مكاتب عالمية وكل شيء بيدرس نصرف على مقتضاها المليارات طيب النتيجة إيه 2 مليار اللي جوم السنة اللي فاتت يعني 37 مليار جنيه غير اللي قبله وبكده تكون انتهت تخطيطنا بنشكر حضرتكم وإلى اللقاء